السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسعلا بكم معكم هاني محمد في التنمية البشرية كنا قلنا الحلقة اللي فاتت اللي احنا نتكلم على الانترفيو عن الميتنج عن البرزنتيشن عن اي مقابلة مهمة بالنسبة لك ومهمة لأي انسان اول مرة تشوفه قبل ما نتكلم في الانترفيو في شوية حاجات لازم نكون عارفينها حاجات زي هو دوت المهم في الموضوع كله وعلى فكرة انا مش عايز الناس تسيب الفيديو قبل الاخر لان فيه كلام مهم هيتقال لأول مرة تعرفوه اول حاجة بالنسبة الانترفيو لازم يكون عندك ثقة بنفسك ثقتك بنفسك هي محور المقابلة والبرزنتيشن كله هتقولي طبعا انا مكون واسك ازاي وانا متوتر وقلقان وخايف وفي رهبة الان الاتش ار ما يوافقش كاني ماني اقولك احنا في الاول والاخر بنعمل اللي علينا والتوفيق ده بتاع ربنا اول حاجة نبدأ نعملها بقى في الانترفيو اللي لازم يكون فورمال او بدلة وعايزين نتخيل مع بعضين كده اللي احنا داخلين على الاتش ار او مع الشخص اللي احنا هنقابله اول حاجة ما نبدأ نفتح الباب اكيد طبعا هنسلم على الشخص دوت اللي هنقابل معاه المقابلة ونبدأ نعرف نفسينا هتقول اسمك وسنك وشهالة التخرج الخاصة بيك هتبدأ تقعد على الكرسي وانت قاعد على الكرسي بلاش تقعد على طرف الكرسي هتقول لي ليه اقول لك انا ليه دي انت كده بتبعت رسائل غير مباشرة للشخص اللي قدامك اللي انت متوتر وخايف هتقول لي وايه المشكلة بو عارف كده اقول لك لا هو عارف كده بس ده هيتعكس عليك انت هتلاقي اسلوبك وطريقتك واجاباتك كلها فيها هزة وده مش مكلة بالنسبة له يبقى انت الصح بتاعك بتقعد على الكرسي وترجع ضهرة وتفرده وتحط ايديك زي ما نعمل كده بالظبط دي حاجة الحاجة التانية بلاش تحط رجل على رجل بالنسبة للاولاد مش مستحب عشان ما يحسش اللي انت بيت تتعالى عليها بالنسبة للبنات لا يفضل اللي هي قعدتها تبقى انسب لو هي حط رجل على رجل خلصنا النقطة دي تنخش على النقطة اللي بعدها لو معك مبايل معك مفاتيح بلاش تحطها على المكتب لان المكتب بالنسبة للشخص اللي قعد عليه هو مملكته انت جاي بتتعدى عليها وزي ما انت فعلت دي رسائل غير منطوقة يعني انت بعتله رسالة وهو اتدايق منها حطيت موبايلك فهو بدأ اتدايق بعد كده بلاش تستعمل اللازمة اي هي اللازمة دي؟ كتير مننا بيقع في النقطة دي وياخدش باره اللي بكون بتكلم معا مثلا وببدأ اعمل مثلا كده او ابدأ اعمل كده او ابدأ ادوس على الصوابعيه ابدأ اقتر على الصوابعيه الحاجات دي كلها خلصنا النقطة دي بدأ هو يتكلم وهو بيتكلم لازم تكون بتسمعه كويس وما تقطهوش لان طبعا ما يصحش خالص ومس صح خالص اللي انت تقطهوه لان لو قطعتو يبقى انت مش مهتم بكلامه يبقى هو بالتالي مش هيهتم بكلامك بعد كده لو انت اللي بتتكلم خلي نبرد صوتك واضحة خلي نبرد صوتك واضحة وكلامك مرتب الكلام ما يكونش سايح على بعضه زي ما انت منصك في لبسك خليك منصك ومردب في كلامك وانت بتتكلم او هو بيتكلم بلاش تبص على الارض بلاش تبص على الارض او بلاش تبص على الحيطة او على صورة او على اي حاجة على المكتب عشان هو ما يتوش منك وما يصلحش منك وانت كمان مش هتركز الخطة اللي بعد كده دي نحط تحتها بقى 19 خط دي خمسين في المية من الاقناع وهي اللي انت وانت بتكلمه لازم تكون عينيك في عينيك عينيك في عينيك مش تهرب من العينيك او ما تبصلوش لا وانت بتكلمه بصله عشان دي احدى طرق الاقناع انت كده فعلا بدأت تقنعه ولو عايز تعرف اكتر في الجزئية دي ممكن تشوف الحلقة بتاعة الكرازمة تشرحين فيها الجزئية دي اكتر الخطوة اللي بعد كده وهو بيسألك وانت بتجاوب بلاشي الاجابات القصيرة الاجابات القصيرة ديت مش ممكنها هو عايز يعرف اكتر هو عايز يعيش معك اكتر يفهمك اكتر فكده انت ما بتدلش الصورة كاملة وبلاش الاجابات الطويلة لان الاجابات الطويلة هتزهق اللي قدامك وهتدايقه وهتلاقيه هو بيقولك يا ردني ما كنت سألت فاحنا مش عايزين كده يبقى لا القصيرة خالص ولا الطويلة خالص خليك في الوساطية دايما النقطة اللي قلتهلكم بقى اللي هي فعلا هتبقى في الفيديو في الهاية الفيديو وتبقى مهمة وهداية فعلا مني ليجو بناش استعمال الكلمات اللي هي صعبة واللي توقعك في اخطاء زي ايه زي في نهاية المعابلة بناش انت بتشكله تقول له الاسف لو كنت عطلتك الاسف لو كنت عطلتك يعني المخ بسجل اخر كلمة عطلتك يعني انت بالفعل عطلته لا خلاص مفيش اي مشكلة مشكلة المخ سجل كلمة مشكلة يعني في مشكلة فالحاجات دا تبعد عنها ممكن تقول له شكرا لاهتمامك شكرا لوقت حضرتك انا سعيد جدا بالبرزنتيشن اللي تم مع حضرتك دي هكون افضل بكتير وانت بتقول طبعا بتسلم وبتقف الزرارة البدرة وبتبدأ تمشي ودي كده تبقى خطوة الانترفيو يا رب تكونوا عجبتكم وما تنسوش تعمل مشاركة وتدوسوا لايك وتدعمونا لان احنا ان شاء الله في اكتر من حاجة هنتكلم فيها الخطوة اللي جاية او الفيديو اللي جاي هيكون على اسرار النجاح ان شاء الله شكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته